موسيقى صفحة جديدة بمجالتنا الاجتماعية بلوك نوتس وهالمرة مشاهدينا مخصصة لمحبي الفن التجريدي الفنان جيزاف فالوغي بيعطيكم موعد مشاهدينا مع اخر معرض له بعنوان بلوك نوتس بك بها العنوان قصدي بفكرتي ان كل شيء بالكون موجود هو كائن حي يعني من الانسان للحيوان للنبات للنجوم للكواكب حتى الاشياء الصغيرة حبة التراب حبة الرمل فيها حيات وكلها بتنبض وهالنبض هو انا بحسوا انه طريقة بتعبير لإله يعني بتعبر عن وجودها وعن حياتها بنبضاتها اذا بتشوف الشتي وقت بتكون عم تشتي بتعطي صوت او بتعطي حركة اذا بتشوف موج البحر اذا بتشوف العواصف بتعبر يمكن بالرعد بالبرأ بأي شيء بقى هذا كله في حسيته انه فينا يعني كل شيء كل كائن بيعبر عن وجوده من خلال اولا النبض حتى بس انه يثبت وجوده ثبت وجوده وبعدين الحركة الباقية اللي بقدر فيها يعبر عن حاله مثلا الانسان بيعبر بالكلام بالموسيقى بالافكار ولكن السؤال هون بيطرح نفسه سيد فلوغي هل ممكن الرسام يعبر عن نبض من خلال اللوحة يمكن بيساعد نبض اللوحة او بيعطيها مجال انه هي تنبض للوحة باختيار الوانة بطريقة معالجة هالموضوع تبعها يعني بيفتح لمجال انه تعبر اكتر مثل كأنه بيستفزة للالوان لحتى تقدر تعبر عنها لأكتر هالمعرض بدوم 22 من ابرز اعمالك اللي قدمتهم خلال السنتين اللي مضوا هل في عنوان معين بيجمعون هيدا ايه النبضات انت تميزت سيد جزاف باستخدامك للالوان الصاخبة بتصرخ اذا بدك من خلال اللوحة وعم تشوف هون بعض اعمالك كل عمل له عنوان اكيد هيدا اسمها pulsation 2 بتشوفها فيها حركة النبض احجام اللوحات بتختلف احجام اللوحات بتختلف وتتفاوت من بين اصغر شي خمسين بخمسين سنتيماتر هيدا متر بمتر لأكبر شي مية وخمسة وثلاثين مية وخمسة وثلاثين كلها شكلها مربع يعني برأيك ترجمة الالوان الصاخبة ضمن اللوحة هي يعني تعبير عن حيات عن وجود حيات تعبير عن حيات فعلا تعبير عن اوقات اذا دمجت الالوان الصاخبة مع الالوان القاتمة بتصير تعبر اكتر تصير تبين contrast اكتر كمان يعني مش ضرورة تكون كلها الوان صاخبة نعم اذا في بعض الاحيان الوان كتير خفيفة او كتير ريئة هيك بتقدر تكون فيه تناقض وتفاوت بالتعبير يعني نعم مزبوط ومن هون انا بقدر اقول اللوحة بعطيها ثلاثة ابعاد يعني فيها كمان بالاضافة لطول وعرض فيها عمق لانه فيها الطبقات يلي كمان متماع منقول النبض تنبض من خلال بعضها نعم ومع الوقت مع الوقت انا بقول انه اللوحة بتعيش متل اي كائن حي يمكن بصير اللون يتشرب من اللون تاني اكتر واكتر مع الوقت ويكون متدخل فيه اكتر من مميزات الفن التجريدي هو انه بيسمح للمتفرج انه يترجم اللوحة متل ما بده مزبوط هيك انت بتقصد مع انه انت يعني بتعبر عن مختلف مراحل حياتك بالعمال اللي بتقدمها مزبوط في ناحية معبرة معبر فيها انا وفي ناحية بتركها لحرية الشخص انه هو كمان يحسها ويتفاعل معها متل ما انا كمان وقت برسم بالمجال التجريدي عم معبر بطريقة حرة مش بطريقة دايقة محصورة يعني عم بتكون الافكار او الصور قابلة للتفسير اكتر واكتر من محصورة بنمط واحد وخلص هو الشيء كمان بيسمح لنا انه نشوف شيء جديد باللوحة كلمة كلمة تفرجنا عليها كلمة تفرجتنيها اذا 22 عمل من ضمن عمال اللي قدمت خلال السنتين اللي مضوا قبل ما نختم بدي اسكر عن معرض شركت فيه بامريكا بعنوان Water Water Everywhere بديتن اوهايو من حولي شهرين حصلت على جايزة كتير مهمة فيه خبرنا شوية سيد فلوغي فعلا انا كنت ما كنت حط براسي بدي شارك به المعرض المهمة انما خيي ابراهام بوجه له تحية اللي عيش بامريكا هو كان عنده كم لوحة وقت كنت انا زوره يخليهم عنده او ارسمهم واتركهم هونيك فجأني مرة اللي بدي اشترك لك بلوحة بهالموضوع اختار انا لوحة قلت له اوكي ما عندي مينة نعم واتفاجأت بعدين انه هاي اللوحة كانت هي طلع اخذت جايزة الاولى من بين مئة واربعة وخمسين مشترك في النار من حول العالم من امريكا من امريكا اه من امريكا عنوانها كان مامريز او ذكريات ايوه ايوه من هنيك على هالجايزة ومنذكر المشاهدين انه المعرض بيفتتح اليوم بجالوري سورفاس ليبر الساعة ستة المساء نعم وبيستمر لحتى عشرين منها كل يوم من عشرة لسبعة عشية من عشرة لسبعة عشية سبعة عشية ما عدا يوم الاحد بيقولوا انه هاللوحات او هالاعمال اللي قدمت بهالمعرض بتبرز الفنين جزافة لوغي الناضج هالشي صحيح؟ ايه اكيد ما في شك يعني كل معرض عن معرض انا بحس وغيري بحس كمان انه في تجربة عم عم تصير ناضجة اكتر وكتر لانه كل لوحة تنرسم بتكون تمهيد للوحة تانية ترجع بتأسسها لحتى تتطور اكتر من هيك كمان كيف اذا كان المعرض ككل هو بيكون تمهيد لمعرض اللي بدو يجيب نتأمل انه هالمعرض بعملين بالسيشنز يكون عم بمهد كمان لأعمال قدمة ناشحة نحن بانتظاره شكرا لوجودك معنا وان شاء الله بيكون معرض موفق شكرا لكم اهلا وسهلا فيك شكرا لكم كمان مشاهدين ما تنسوا الليلي الحلقة الاولى من المسلسل اللبناني الكوميدي زفة من بعده كمان برنامج انا امرأة وانا رولا سوف برجع بشوفكم نهار الجمعة بيالايف جديد باي باي اشتركوا في القناة